دلوقتي خلينا نشوف جزء الستوري تايم وده اخر جزء معانا في اليونت طبعا في جزء الستوري تايم زي ما احنا شايفين اولاد بيقول لي طبعا ده اخر جزء في لسم 4 يونت 12 بالنسبة الصف الاول ابتدائي كتاب انظر اقرأ وتتبع طبعا في بيكيتشور نمبر 1 هاني و هانا ساعدوني من فضلكم طبعا ولد الشاطر ومنت الشاطرة ممكن تعلم من هذه الصيغة ازاي لما اطلب مساعدة من انسان او من شخص ما اقول ايه فانا اعيز اطلب مساعدة احد يبقى بليز هال طيب هنا طبعا الجزء التاني في الستوري لاتس بوت ذا كلوزاوي لاتس بوت ذا كلوزاوي طبعا لاتس معناها و لاتزا ما شفنا و شرحناها في نفس الحلقة برضو هو في الجزء السابق هيا بنا وطبعا طبعا اوناد الشطار عارفين اني لاتس يجي بعدها فعل مصدر يعني فعل مصدر اولاد يعني الاصل الفعل بدون اضافات الفعل قبل الاستخدام فده كلو معنى اصل الفربي اولاد منقول عليه السمبل فورموف ذا فربي لاتس بوت ذا كلوز اوي هيا نضع الملابس في مكانها المناسب الصورة الثانية زي ما احنا شايفين طبعا حد بيسأل سؤال ولد بيسأل الاخته تقريبه السؤال فقول لها هل هي دي جيبة بتاعتك او جيبتك او خاصة بيكي فطبعا بنت شطرة قالت ياسيتاز ياسيتاز ودي طبعا اولاد ده نوع من الاستخدام نسميه ياس او نو كوستشن السؤال نعم او لا لان الاجابة عليها اولاد زي ما احنا عارفين بتبقى بيس او نو طبعا هنا اجابة قصيرة اولاد بنسميها شورت انسا طيب خلينا نشوف الجزء التاني من الستوري او جزء ستوري تايم اخر حاجة في يونيت 12 اولاد طبعا بيكيتشور نومبر ثري هنا البنت مردو بتسأل السؤال بس ان المراض يولاد بصيغة الجمع انها استخدمت ار فبتقول ار ذيس يور بانس طبعا بانتس شيء مكون من جزئين فيعامل محمد الجمع لكذا البنت الشطرة استخدمت ار في السؤال يولاد ممكن تقول ار ذيس زي ما هي اي لكده او ار ذي يور بانتس هل هذا بنطلونك يعني فيه معنى اولاد ده بنطلونك طبعا الولد هنا بيرد بيرد هنا في بيكيتشور نومبر ثري بيقول ياس ذي ار ياس ذي ار نعم انه هو تمام خلينا نشوف اخر بيكيتشور معانا البيكيتشور اللي معانا هو بيكيتشور طبعا نومبر فور هنا برضو بيسأل بصيغة المفرد بيقول ايه 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 ا وإذا وجدت نو برا في بداية الكلام يا أولاد وفي بداية الكلام وجدت كلمة not جوة بعد الفعل كلمة not جوة بعد الفعل is not أخصارها isn't ده على طول كده يا أولاد طيب this is your t-shirt فطبعا هنا هنا البنت بتقول له no it isn't this is your t-shirt يعني ده t-shirt لا ليس هذا هذا هو قميصه كده طبعا أولاد نكون نهاينا جزء story time وطبعا اتعلمنا في بعض اللي نقدر نقول عليه يا أولاد language طبعا notes معنا بعض المحوظات اللغوية فيه language notes language notes أول يعني تقدر طبعا أنا تعلمت من قصة اليوم طبعا أول حاجة تعلمناه أولاد زي ما احنا شايفين لطبعا طلب المساعدة واحد أقدر أقول لي طلب المساعدة نقول نقول لي يا أولاد طبعا ممكن نقول زي ما شوفنا كده هاني هاني الصيغة please please help please help تمام 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 يبقى لطلب المساعدة ها أقول لي دي الشطار يقولوا ايه please help دي أول حاجة تعلمناها في story time طيب بعمل اقتراح لعمل الاقتراح لفعل شي ما يا أولاد لعمل الاقتراح يمكننا استخدام طبعا يمكن استخدام ايه يمكن استخدام طبعا هذه الفعل او الفيرب let plus object us اختصارها كلها let's إياه let's plus infinitive يا أولاد بنقول عليه infinitive نختص الأولاد بmf inf inf infinitive فعل لمصدر وانا شرحت طبعا يعني ايه فعل لمصدر يعني فعل بدون اضافة مفهوش ing اولاد مفهوش اس بتاعت المضارعة مفهوش اي اضافة من اضافة ما يكونش ماضي يبقى اصلي الفيرب يا مثل ومن عليها simple form of the verb الشكل البسيط للفعل فممكن انا مثلا عايز اكتراح لبابا يوم الجمعة مثلا نخرج نروح البارك مثلا فبقول لي بابا مثلا قبل عملك تراح اولاده اقول له ايه let's go هذه جو جاية مصدر لا تقولش جايز لا تقولش مثلا مستر وينت لا تقولش going نعم let's go ليلا نحنا قلنا فعل مصدر اي ان كان طبعا let's go to مثلا the cinema the park we can say that تمام let's go to the park تمام طيب اول كما وردت في المحادثة let's put away او let's put the close away yeah so وهكذا طبعا انت بتتعلم في الكتاب الصيغة وانت بقى بتقيس على كده يعني هو جابها في الكتاب let's put the close away انت ممكن تقيس بقى خلاص عرفت let's go to the park كمان تعلمت ازاي اجاوب على سؤال yes or no question لما كنا بنقول مثلا ولا يكون ايه سأل بطرف اول بيسأل طرف تاني شخص بيسأل شخص اخر بيقول هنا احمد مثلا بيسأل باسل فبقول له وليه يكون is this تمام is this your skirt your skirt طبعا هل دي يعني زي ما احنا شايفين كده هي جيباتيك او بيسأل خليها باس انت مسلا اه بنوتا اقول لي skirt يا دي تي يا ولاد تمام فطبعا لو هجاوب بيس يا ولاد بعمل ايه بقول ياس اه طبعا لازم الكومة يا ولاد ليه الكومة يا ولاد لان الكومة بتفصل الرد عن اه تكوين الجملة الاساسي عندي في اللغة الانجلزية اللي هو بيتكون من الفاعل اه انا عارف يا مثلا نتسدي فاعل يبقى اه اه او ممكن اعود بيت كمان تمام اه او this is yeah out it is yes it's right اه ثم طبعا البرب لان الجملة فاعل فاعل كمالة انوه طبعا ممكن اكمل هنا من السؤال نفسه اه اه yes it is my skirt اه ده كالرد بسنت او ممكن اقبقى اقبقى خصيرة زي ما اقبقى البسنت كتا تقول yes it is yeah that's right نعم اه اه انها هي نعم اه انها هي ازاي ما احنا شفنا في الكتاب كده يا ولاد مع بعض. اه طيب انا هجاوب بانه يا مصر. هتقول هنا بسانت تقول نهو. وتفصل بكما لانها بتفصل الفاعل. يعني اس دي يا ولاد لا هيش فاعل ولا هي آآ ولا هي مفعول. لا درد. وحد بيقول نعم. ونفس القصة نهو. حد بيقول لا. فبرضو ببدأ بالفاعل بتاع ازاس او ما اه يعني يحل محلو. اه? اه اه از وازا وجدت نهو برا اولاد طول عمرك كده. وجدت كلمة نوت من في كلمة نوت يا ولاد جوه في اه افتر اه كلمة نوت طبعا اه دي الاصلف النافي في اللغة الانجليزية اولاد. يبقى اه مفيش حينها طبعا فاصل بالحاجة. اه اه اللي هي طبعا اختصارها ات از انت. ايام. طبعا الشوري على الاختصار في اللغة الانجليزية اولاد للكلام والعيسة الكتابة. فالأفضل نوت يازن. ايام. اه او مسلا سؤال اه في الجمع لما قلنا اه احمد مثلا بيسأل اه محمد. فبيقول له اه 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 مثلا مستر ذيس. اه 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 طبعا يور بانس. اه اه يعني ده بانطلونة. قلنا ممكن نقول ياس او او حتى نو يبقى برضو فين الفاعل هنا لان طبعا بعدك ياس جملة. بس جملة مثبتة اولاد. افرماتيف مفاش نوت طبعا. افرماتيف سينتنس. جملة مثبتة. وبعدك كانوا جملة منفية. فانا باعارف اولاد ومتضربة على الاتنين. اه طبعا مستر ذيس يور بانس. اه طبعا بقول هنا اه ياس اه اه ذيس. لانه ذي طبعا هم للجم. ضمير فاعل هم للجم. اه زي ذيس تماما. طيب. ايبقى اه 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 يور بانس. ياس دي ار. طبعا دي اجابة شورت انسر اولاد. عايز اكمل. هقول طبعا اه ياس دي ار. وحول يوري اولاد اي لماي. يعني عشان دي للملكية خاصتي. وهو واحد يقول له. اه دفن طلونك. اه فالياس they are. name is they are. ر возмож not. نفس الاجابة اولاد ما безопас. في نو بالفاعل. they are subject. far from vast verb. اه يبقى no they are طبعا هزود اي يولاد. هزود اي يولاد. اغتصارا زي ما قلنا. are not aren't. a short answer. thats right. بكده طبعا نكون انهى حلقة اليوم. او مع Mitchell researchers في قناة درسك اليوم. انتظرونا ان شاء الله في حلقة قادمة قريبا جدا بإذن الله والناس لو عجبها الفيديو يعني ما تنساش أن هي تدعم القناة طبعا لايك وإنما تشركش في القناة يشترك علشان نقدر إن شاء الله نواصل هذا العمل اللهم علم ينتفع به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته